لكن النهاردة الزمالك في مباراته في الاسبوع السابع من الدوري العام حقق فوز غالي ايوة حقق فوز غالي لان الزمالك لما تشوف ترتيب الدوري قبل موقعة النهاردة وقبل مبارات النهاردة في مركز لا يليق اطلاقا بنادي الزمالك لكن اول الغيث قطرة اتحرك الزمالك النهاردة في جدولة ترتيبه اصبح في المركز الخامس بعد بيرامدس والاهلي وموجود زد وموجود ايضا مودن فيوتشار ثم الزمالك برصيد 11 نقطة فوز كان غالي جدا لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك الزمالك وفيوتشار الاثنين لعبه هذا الاسبوع في الكونفدرالية الزمالك كان امام ابو سليم الليبي وحقق الفوز بهدف مقابل لشيء وفيوتشار كان مع سوبر سبورت الجنوب الافريقي وحقق ايضا الفوز بهدف مقابل لشيء قلت قبل كده ربما يكون الارهاق البدني والمجهود البدني اللي بوذل في المباراتين الافريقياتين يؤثر على اداء اللاعبين بالفعل هو اثر على مودن فيوتشار من اسوأ المباريات اللي شفنا فيها الفرقة منذ وقت بعيد جدا في نفس الوقت فرقة الزمالك لا وقف على رجليها فرقة الزمالك فازت بنقاط المبارات الثلاث وايضا باداء ممتع عكس مبارات ابو سليم كلنا كنا شاهدين قلنا الزمالك فابو سليم فاز بهدف مقابل لشيء بدون اداء وقلنا وقتها ان النتيجة هي المهمة عشان احط في حصالة النقال بتحت ثلاث نقاط غالية تدفع بيا في دولة الكمفدرالية اللي زمالك غايب عن البطلات الافريقية في الفترات الاخيرة لكن والحق يقال الحق يقال كابتن معتمد جمال او معتمدتش خلينا بقى نقول ان هو ايه زي ما قال كابتن تامر عبد الحميد النهاردة على الفيسبوك بالفعل خلينا ندي له لقب اجنبي ما احتمدتش ما احتمديته اي لقب عالمي ربما نلاقيه هو المدرب الاجنبي اللي بيبحث الزمالك عنه ويلاقي فيه ضلته اهو محتمديان وجمليانه المدير الفن الاطالي الجديد للزمالك وحقق العلامة الكاملة بالفوز في كل اللقاءات الرسمية والودية في ستة وعشرين يوم فقط يمكن يحجب كده ده فيلسوف كابتن تامر عبد الحميد واحد من اللي بيمتعني بتحليله بادائه وبربطه بالاحداث بالفعل خلينا نقول معتمديانه وجمليانه طالما نحن دايما العنص الأجنبي هو اللي بيشدنا الراجل في ستة وعشرين يوم حقق تارجة المطلوب منه حقق اقصى من كده كمان ما شاء الله تالت فوز متتالي النهاردة أداء كويس جدا لنادي الزمالك بفكرنا بالزمالك اللي جماهيره بتنتظره من وقت لآخر في أداءه الممتع الجميل لعيبة وقفة على رجلها النهاردة لعيبة وقفة على رجلها يعني النهاردة بسم الله ما شاء الله على الرغم من المباراة الإفريقية وعندهم مباراة أيضا إفريقية قادمة مع صوار الغيني فالزمالك مش كويس جدا مع كابتن معتمل جماد إذن ما المانع قدل فرصة كابتن معتمل كمل دينا فرصة قبل كده كابتن خلال جلال حقق بطولة كابتن طارق كابتن مؤمن سليمان حقق بطولة قدل ابن النادي ومعتمل جمال من الصغير الراجل مع كابتن شوء غريب ومع منتخبات مصرفة عمار مختلفة اشتغل فلما واحد تجي له فرصة ويغتنمها ويحقق المرجو منه أكتر ده محتاج إيه تاني النهاردة الزمالك زي ما قلت لحضراتكم وصل ليه النقطة 11 وعلى الرغم من كده مش جاه المركز اللي يليه بنادي الزمالك لكن ده معناه أن الزمالك جاي أن الزمالك جاي الابراهيم النداي في الوقت المحتسب بدل من الضعف الشوت الأول هدف الثاني بعد ركلة الجزاء اللي احتسبت في الشوت الأول وأحرز منها زيزو بالعادة أو كالعادة هدف الصبق لنادي الزمالك النهاردة الزمالك في تشكيله كان حرص المرمى محمد عواد وعوت على فكرة النهاردة فيه كرة في نهاية المباراة غريبة وعجيبة حرص المرمى لازم يكون مركز كرة بحرصة من العرضة ارتدت للاعب فيوتشر أهضرها بغرابة شديدة جدا فمش عارف لكن حرص المرمى كانت محمد عواد خط الدفاع لعب تلاتة عبدالغاني والمسوسي وسطهم محمد طارق في خط الوسط دونجا أحمد أشفروقة وعمر جابر وأوباما خط الهجوم كان إبراهيم نضاي وسيف الجزيري وزيزو بينما تشكيل مودن فيوتشر كان النهاردة جنش حرص المرمى خط الدفاع عمر كمال محمد عبد السلام علي الفيل محمد ربيعة في خط الوسط غنان محمد بابا توندي وابيلو وناصر ماهر وعيمان السفاقسي وعبدالكبير الوادي في خط الهجوم كان أحمد عاطف طيب الزمالك زي ما قلت النهاردة يعني أعاد لي الأذهان صورة وريحة من رواقح الزمن الجميل اللي عشاء نادي الزمالك دايما بيستنوا الأداء ده بيستنوا مدسط الفن والهندسة اللي يعني من وقت لآخر بترجعنا للزمن الجميل معايا واحد من الزمن الجميل اللي طالما صال وجال في الملاعب وأمتع الجماهير بسرعته بعرضياته بأهدافه النجم الكبير الكابتن طارق يحيى نجم نادي الزمالك ومنتخبه